يترى هل في إشارات وعلامات تدل أن شخصا ما يفكر بك وقد لا يزال يكون يفكر بك حتى بعد مشكلة أو بعد انفصال الإجابة هي نعم في علامات واضحة وفي علامات خفية نوعا ما لكن إذا كنت ذكي وواعي بتقدر تلقطها في حلقة اليوم بدأنا نتكلم عن هذه العلامات وتحديدا عن خمسة من أبرز العلامات التي تدل على أنه لا يزال يفكر بك أو أنها لا تزال تفكر بك حتى بعد مشكلة أو بعد انفصال السلام عليكم معكم سائد يونس العلامة الأولى وهذه العلامة تحديدا مختصة بالرجال أكثر من النساء ولو إنها تنطبق على الجنسين بشكل أو بآخر ستجدين عزيزة المرأة أن الرجل في حضورك اللي بيفكر فيك دائما خطيبك شريك الحياة المستقبلي بيتجنب بشكل كبير أنه يتحدث عن نساء أخريات في حضورك ممكن هو فيه عنده علاقة سابقة خطوبة سابقة أو زواج فاشل سابق بيحاول قدر الإمكان ما يجيب هذه التفاصيل الشخصية لما يكون موجود معك بينما الشخص اللي مش كثير بيفكر فيك رح تلاقي أنه بيحاول يحكي عن هاي التفاصيل وكأنه بيتباهى بعرف فلانه وعرفت كده وعرفت كده وبصير يجيب تفاصيل بدون ما ينسأل عنها الشخص اللي جاد تجاهك وبيفكر فيك حتى في غيابك ما رح يكون يتباهى بهذه التفاصيل الشخصية وأحيانا حتى لو أنت لما تسألي عن هذا الموضوع بيجاوب بسرعة وبشكل مقتضب الرجل الذي لا يذكر نساء أخريات في حضورك هذا الرجل يحترم حضورك ويحترم وجودك وعلى الأغلب بيفكر فيك أثناء وجودك وحضورك وفي غيابك الإشارة الثانية كمان من الإشارات الواضحة أن شخصا ما يفكر بك حتى في وجود مشكلة أو وجود انفصال أنه هذا الشخص لا يلعب لعبة الغياب معك يمكن اسمعنا نصائح كثيرة على موضوع كيف تخلي شخص يشتاق لك وكيف تخلي شخص يفكر فيك أنه فكرة الغياب أنه أنا بجاهل الرد على الرسائل بشكل أو بآخر هذا بيخلي الطرف الآخر ينشغل باله بيخلي يفكر فيه أكثر بينما الإنسان اللي هو فعلا جاد تجاهك وفعلا بيفكر فيك وفعلا مش قادر يقيمك من عقله هذا الإنسان مجرد ما أنت تبعث له رسالة رح يرد بسرعة ما رح يلعب عليك لعبة الغياب وكذلك عزيزة المرأة أنت ما رح يلعب عليك هذا الرجل لعبة الغياب أحيانا ممكن نبعث لشخص رسالة عامة ولكن ملاقين تفاجأ أنه فعلا رد بسرعة وردوده على كل الرسائل سريعة مش قاعد بيترك وقت طويل لرسالة ومش قاعد هو بيلعب لعبة الغياب مثل ما ذكرنا فهذه من الإشارات الواضحة أنه الشخص عماله بيفكر فيك وبده يضل الحوار شغال بينك وبينه رقم ثلاث أيضا من الإشارات الواضحة جدا أنه شخص عم بيفكر فيك أنه يتذكر تفاصيل من الحوارات السابقة بينكما أحيانا إحنا ممكن نذكر تفاصيل سواء تفاصيل شخصية أو معلومات عمومية معلومات عامة عن أشياء ممكن إحنا منحبها أشياء منكرهها عن أمور شخصية التفاصيل ممكن خلال الحوار مع أي شخص لكن لاحقا مندرك ونجد أن هذا الشخص قاعد بيتذكر وبيعيد بعض التفاصيل اللي إحنا ذكرناها عن أنفسنا فهذا دليل أنه كان منتبه على الأشياء اللي إحنا منحكيها وواعي ومدرك إيش عم نقول وبنفس الوقت هو قاعد بيفكر بهذه الأشياء وهذه الأشياء ما أخذ حيز من تفكيره فبالتالي قاعدة تظهر في الحوارات والنقاشات التالية واللاحقة لذلك النقاش فلما نتحدث مع شخص ونذكر تفاصيل معينة عن أنفسنا إحنا مش مهتمين لهذه التفاصيل أو مش كثير معطينها قيمة ونجد أن هذا الشخص يتذكر تفاصيل معينة فهذا دليل أنه هذا الشخص سواء ذكر أو أنثى مهتم فينا ومهتم بلا عم نحكيه وإحنا ما أخذين حيز من تفكيره رقم أربعة يهتم بمظهره زيادة عن اللزوم في حضورك أو حضورك عندما نجد أن شخصا ما بيهتم بنفسه بشكل مبالغ فيه بيبالغ بالاهتمام بنفسه بترتيب ملابسه بشكله الخارجي لما نلتقي معه منلاقي أنه فعلا باذ الجهد إضافي حتى يظهر بمظهر جميل ولائق هذا الإنسان احتمال كبير أنه هو قاعد بيفكر فينا حتى في غيابنا الشخص المهمل لنفسه اللي مهمل لمظهره الخارجي بيبينه هو مش كثير معطي اهتمام لهذا اللقاء بينما الإنسان اللي بيهتم بشكل مبالغ فيه بشكله اللي بيرتب حاله إذا رجل بيرتب شعره ذقنه مظهره الخارجي الملابس ممكن ملابس جديدة أو ملابس بيين عليها أنه هو مهتم فيها أو مهتم بأناقته بشكل خارج عن المألوف يعني جميلة واحد يكون هو بيهتم بحاله بشكل مستمر ولكن إذا بدأنا نلاحظ أنه هذا الشخص كل ما نشوفه من حسنه هو باذل جهد إضافي حتى يظهر بمظهر جيد وجميل هذه من الإشارات اللي تدل على أن هذا الإنسان يفكر فينا الآن النقطتين التاليات واحدة منهم الأولى رح تكون تخص الرجال تحديدا واللي بعدها تخص النساء تحديدا النقطة الأولى التي تخص الرجال الرجل اللي بيفكر بامرأة بشكل مستمر واللي مش قادر يشيلها من عقله دائما بيكون ولا يملك يعني الموضوع مش بإيده بيكون بيحاول يحميها بشكل واعي وغير واعي يعني بيكون بروتكتف تجاهها بيكون وبحاول أن يحميها وكأنه غيران عليها بيحاول يحميها من كل شيء بديو يقدم لها خدمات بديو يكون خدوم جدا بحضورها فعنده هذه النزعة اللي فيها نزعة حماية وهذه النزعة الذكورية الذكر أو الرجل اللي بديو يحمي شركة حياته اللي بيخاف عليها اللي بيحبها فهو فعلا بديو يقدم لها الحماية بديو يحميها من المخاطر بديو يحميها من الأشخاص الآخرين فلما تحس يا عزيزة المرأة أنه الرجل في حضورك وبوجودك عنده هذه النزعة في رجل هيك بيتصرف بهذه الطريقة الغريبة ممكن أنت بتكوني قادرة تفسريها ممكن لا لكن هذه النزعة لدى الرجل تدل أن هذا الرجل يفكر بك ومش قادر يشيلك من عقله ومن تفكيره لأنه لو ما كان مهتم لأمرك ما حيحاول يحميك ما حيحاول أنه هو يريحك ما حيحاول يقدم لك أشياء أنت بتحتاجيها فبالتالي لما تحس أنه فيها كسلوك خارج عن مألوف عند هذا الرجل فهذه من الإشارات التي تدل أنه لا يزال يفكر بك حكينا نقطتين واحدة للرجل وذكرناها والآن النقطة الثانية للمرأة تحديدا عزيز الرجل لما تحس أنه في مرأة في حياتك بتغارك كثير عليك الغيرة واضحة وخصوصا لما تكون فيه نساء أخريات أو يكون فيه حديث عن زميلات مثلا في العمل أو في الدراسة بتحس أنه فيه فلانة مباشرة بتتغير نفسيتها هيك بتنزعج لما ينذكر نساء أخريات أو بتحس أنه هي مجرد ما انحكى أو انجابة سيرة نساء أخريات بتبلي شيء بتغار بسلوك غير مفهوم هذا السلوك على الأغلب بيكون سلوك لإنسانة قاعدة بتفكر فيك مش قادرة تشهي لك من عقلها ومن تفكيرها فهذا الشيء ينعكس على المرأة عن طريق غيرة مثل ما ذكرنا النقطة السابقة ينعكس على الرجل على شكل حماية زائدة أيضا فيها نوع من أنواع الغيرة لكن الغيرة بتكون أوضح على المرأة منها على الرجل لأنه بتكون واضح أنه هذا السلوك سلوك غيرة والمرأة ما حتغار على شخص عابر سبيل في الشارع يعني رحية حتغار على شخص يعني لها أمره على إنسان قاعدة بتفكر فيه وهناك حيز من تفكيرها يحتله هذا الشخص أيضا من النقاط والعلمات التي تدل على أن الشخص المقابل قاعد بيفكر فيك ومش قادر يشيلك من عقله هو أنه يتفاعل بكثرة مع منشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن صارت مشكلة انفصال أو ممكن ما فيه مشكلة لكن أنت بتلاحظ أنه فيه شخص معين أي شيء أنت بتنشره وقاعد بيعمل لايك وبيعلق دائما متفاعل أي ستوري بتعملها عم بيشوفها فوق إنه دائما مهتم لأي شيء أنت ممكن تنشره أو أنت تنشري فبالتالي هذا الإنسان اللي بيحاول يعرف أخبارك بيحاول يتفاعل مع منشوراتك وكأنه بيقولك أنا هنا أنا هنا وعم بيعلق وينتظر منك الرد وينتظر منك التفاعل بشكل متبادل هذا إنسان قاعد بيفكر فيك وهذه من الإشارات الواضحة أن هذا الشخص يفكر بك ولا يستطيع أن يزيلك من أقله ومن تفكيره طبعا لدرجات متفاوتة هذا الموضوع بيكون ولكن أي تفاعل مستمر أي تفاعل خارج عن المألوف يدل أنه في أفكار خارج عن المألوف وتاخذ وقت أكبر من المعتاد في عقل هذا الشخص وهون سؤالي إليك يا ترى من النقاط اللي ذكرناها شو أكثر نقطة بتعتقد فعلا هي نقطة واضحة هاي نقطة عن جد إذا هذا الشخص عملها وبيكون عم بيفكر فيه ومش قادر يشيلني من تفكيره نهائيا 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 واذكروا لنا وكتبنا رأيك في التعليقات ولو في نقاط أخرى إحنا ما ذكرناها أيضا شاركها معنا حتى نثري القسم أكثر وأكثر قسم التعليقات وشكرا لمتابعة وأشوفك بالحلقة القادمة السلام عليكم سياد يونس